السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد جلال النقد الرياضي الكبير والإعلامي الكبير ورئيس تحرير برنامج المطش ومتابع للأحداث منذ بدايتها من أول دقيقة يعني بكلم أحمد جلال للإنسان والإعلامي كمراقب كيف ترى ما حدث لميدو جابر أستاذ أحمد وما هو المطلوب الحقيقة أنه ده أمر غريب جدا يعني الراجل يتأخذ من الفندوق بتاع مقرق خمطه يعني مش فالم يعني الإنسان ده بيحصل أو مرشفها الكلام ده بيحصل يعني معرفش يعني راجل اختفى في الفندوق أفهم يعني ممكن الكلام ده تقنفها في أفلام بلوسية ماشي في أفلام فيها الدراما ماشي إنما على أرض الواقع وبهذا الشكل أمر غريب جدا الحقيقة أستاذ أحمد النصر والغاية دلوقتي غير مصروم وغير مبرر ويعني غير مفسر بالمرة يعني أنا يعني كل مصر تعافت مع واجهة نيكو جابر كما دخلت معنا وفكت بدموع الأم المخلصة أين ابني يعني تخيل حضرتك سايب ابنك في معسكر في شغل وفكت لقيشه وفكت لقي ناس خريطه كده من برد الطاق ويختفي تماما من الوجود يعني أنا مندهش جدا من هذا الأمر ويعني لا أرى له ممررا يعني استحق إن احنا يعني ده يحصل يعني الحقيقة مهما كانت الزروف ومهما كانت الملابسات ومهما كانت التفسيرات الحقيقة أمر غريب جدا وغير مبرر الموضوع بقى تريند رقم واحد في مصر ميدو جابر فين يعني طبيعا إن كل الناس نسأل ميدو جابر فين طبيعا إن حد يبقى لا أنا عن أتنه طبيعا إن حد يبقى لا أنا عن أخوه مش عارف حدنا كلمت والدته ولا لا كلمت أخته وكلمت أخوه والدته بعد مكالمتها معاكم انهارت وهي مريضة قلب والدكتور جالها البيت ومنحها من الكلام طب يعني لمصلحة يعني يحدث ذلك لمصلحة من وما هو التفسير ومين اللي مصلحة أنه كل ده يحصل وإيه الدرامة دي كلها يعني إيه سقابها نحتاج أن نعرف أي تفسير برضو مش فهم المخلوب مثلا في الجبل اللاعد مثلا ما حاجة اللاعد عليه مثلا حاجة معينة خلينا نقول برضي خلينا نقول حاجة إن هذه حالات فردية لا تعبر أبدا عن قصور أمني وإن الأمن عمل غرفة ما طبعا ما حدش قال كده طبعا ما حدش أن ده قال بخصور أمني لدي حالات فردية بالضبط لكن هو ليه كده يعني 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 أنت كلامك موجه للي عمله ده أين إنسانياتكم ولماذا بالضبط كده يعني 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 مش فاني يعني ده سبب إيه ملبساته يعني مثلا مثلا الظبط يعني يعني مثلا علي طور وانا حدو والله لسا مبارح الأستاذ عصام شلتوت يا صديق العزيز وأنا أكلمه بعدك لسا مبارح بيقول لي أرجوه خلي بالك اليومين دولة أنا عندي إحساس أن هناك حرقات خيانة هتتعامل من أجل المال ومن أجل الحاجات كتير أكلمني فيها يا أستاذ عصام سيبقى قال لي اسمع قال لي عندما تواجع عدوك في الواجه هذا أهلا وأقوى المعارك ولكن ما يأتيك من طهرك في ابنك في بنتك لدرجة أنه خلاني إليه وقال لي أنت بتكلمني ليه الكلام ده في هذا التوقيت قال لي أنا بكلمك عندي إحساس وقال أنا عليك خلي بالك من عيالك ومن نفسك وأرجوك ما فيش حد من أولادك ينزل وحده الطعنات اللي في الطهر هي أقوى بمرائل من الحروب اللي في الوش بالصبت الصعب من مصر كلام كلام الصعب صحيح 100% وبعدين ليه ناس عايزة تصدر لنا صورة ضد الأمن وضد الأمان وليه ناس عايزة تصدر صورة تسيء لمصر إحنا مؤمنين بمصر شاء أمن شاء وأبا من أبا مهما كانت هناك تصرفات يرى البعض أنه هو بيحاول من خلالها أنه هو يعني يصدر بصورة معينة لا مصر أكبر من كده مصر أكبر من هذي الصخائر مؤسس الدولة أكبر من هذي الصخائر مفيش حد بيحترم نفسه ممكن يعمل كده يعني مفيش حد بيحترم نفسه وبيحترم وطنه وبيحترم إخلاصه للبلد دي والناس اللي بتديها والناس اللي بتعرض عشانها والناس اللي هي مش عايزة حاجة من البلد دي غير وقت غير إنها تكون كويسة وده أمر أنا في ربكة عليه أبويا رباني عليه أبويا عارف تسع سنين في هذه البلد وبيحبها ويشرطني حبها ومش طالب منا حاجة وكلنا لا عايز ان هو يعيش في امن وامان في بلد حر ومستقل ما فيهوش اي مشاكل بيحترم كل مؤسسات الدول اللي فيها ليه فيه ناس بتحاول تصدرنا صورة غير كده سؤال برضو منطقي دي مرفعك مين انت بتخدم مين كده يعني ايه اللي هدف من اللي انت بتعمله ده ايه اسألة مشروعة محتاجين نعرف اجابتها لان مصر اكبر من اي حد يسئلها بمجرد تصرفات لا يمكن ان تصخر انها تصرفات غير سريدة بالمرة لا يمكن مصر مش دولة فيها عالم امان لا مصر فيها امن وامان تصدر هذه الصورة السيئة السلبية مقصود ومتعمد ومحدش يقول ده في مصلحة البلد لا مش في مصلحة البلد بمنطقة الوضوح ده مش في مصلحة البلد والله يا سيد احمد احنا قررنا فتح الهوى للتقاون مع الامن ومن اجل بلدنا لان الشخصية المشهورة عندما يحدث فيها شيء فهناك اعداء الوطن ومن يستغلها بشكل سيء بالضبط كده انا اصل في كل مواسطة الدولة انها بالحادات اللي زيدي لا تتوانع عنها تحاسب من يتصرف بمثل هذه التصرفات سواء خارج عن القانون او يرى انه رجل يمكن ان يكون له صلاحيات بشكل منها ما حدش اظن ما فيش حد محترم يعمل كده ما فيش حد بيحب البلد يعمل كده لا يمكن دي تصرفات نسيئة سواء من تصرفات من الناس خارج عن القانون كل اهمها انها تزاعد على استقرار البلد وتزاعد على استقرار مصر او انها تضطر لك صورة سلبية احنا مش هنرمي بالصورة السلبية وحنحارب الصورة السلبية والمصريين شرفاء ومواطنين محترمين ولو قد بول حضرتك بقى ترند رقم واحد في مصر بص عايز اقولك على حاجة خبرة السنين ويمكن احنا ابو حميد بدين اعلام مع بعض اربعين سنة اعلام تقول ان هناك لغز لا عايزين نتهم اجهزة ولا عايزين نتهم حد الا عندما تفكر الغاز لا يمكن حد تهم اجهزة محترمة انها تعمل كده يعني بص عايز اقولك على حاجة يعني عايز اقولك على معلومة وارد يكون مثلا عليه حكم ومحدش عارف اي حاجة وارد يكون لا لا ثانية واحدة لا اعلم ان هناك اي امر يتعلق بصف هناك اجراءات مشروعة تتخذ بس اعايز اقولك على حاجة اوستاذ اعايز اقولك على حاجة يعني انا كان معايا صديق معايا صديق اه اه وما فيش زي ميد ومسالم وتمام التمام وما فيش اي مشكلة في اجا كان في لجنة وتشابه اسمه ما حد كان عليه قضية نفقة يميل جدا يا فرنزم اختفى يومين اختفى يومين اه برا على لجنة اه يعني طبق على الاقل لا يصرخ يعني طبق حتى مسافة ما يخضروه لو افترضنا انه فيه تخضير تم ليه طب السؤال هنا يا صديق عبدالناصر اه الراجل ده موجود في جهة عمل تمام انا هفترض مع حضرتك للنهاية ان الراجل ده عليه اي شيء ربما يكون غير متساوي مع القانون او مع الامر الموطنة تمام انا راجل بوربارلول سمحت انت حدثك توضل معي عشان كذا 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 انا عفترض ده تمام الطبيعي ان انا طبق فاندي وانا هاختر الجاعة تعملي ان كذا 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 او او هاتفيا انما باخده كده وباخده الكليفون وهو كده مش حسنه هو كده اه بص ولا ينفع كده مع شخصية مشهورة حدرتك فاهم القانون وانا فاهم القانون كويس انا فاهمك ولا ينفع كده مع شخصية ماذا ماذا احترام اجهزة الدولة للكامل صح لحق المواطن المصري وما فيش جهاز فيك يا مصر اللي ما بيحترم المواطن المصري لان هو بيخدم المواطن المصري يذل يدرك ان مهمته والاساسية الحفاظ على مقاومات الدولة واهمها المواطن المصري كل الاجهزة بتاعتنا مدركة ده وفتعمل نصالح ده وما بتعملش غير كده أنا لا أتاهم أهل حدا من الاجهزة لا يمكن حتى من الاجهزة يعمل كده ومهمته الاساسية الحفاظ على المواطن المصري ما حدث أمر غير مستوي يعني خليني برضي خليني برضي من منطلق الصراحة قبل ما أفل معاك هناك ما هو مكتوب على سوشيال ميديا الآن أنه كان مطلوبا للتجنيد يا جماعة لو مطلوب للتجنيد قلونا نقفل الموضوع لأن ما ينفعك نتكلم في أمر لا يخصنا لو مطلوب للتجنيد أو مطلوب في شيء أمني ياريت حد من اللي بيتبعنا من المسؤولين يقول لنا اقفلوا الموضوع ده موضوع على حق أنا شايف أنه ده مطلوب للتجنيد وبعشرات أن أقول فلان مطلوب للتجنيد خير رسال الكلام لا أنا بقول لك إشاعات خلي بالك أكل الكلام دقيق ما بقول لك حضرتك خلي بالك أصلاحنا إحنا دورنا نرد على الإشاعات يا بي دلوقتي دلوقتي طلعت إشاعة بتقول لك للتجنيد لا الجيشنا محترم ولا يمكن أنه يعمل مثل هذه الأمور وأكمل شخصيات مشهورة طلبت للتجنيد وقيل لها أنك مطلوبة للتجنيد وحصل وحتى إذا كان عنده مخالفة ده ما هدلنا خايف منه بقى الوقيعة هتبدأ هتبدأ الكتائب الألكترونية العميلة تقود نتكلم يا مين وش مال لنميد وإحنا وإحنا كبلد ندرك تماما أهمية الخدمة الوطنية لا يمكن أن حد يتهرب من الخدمة الوطنية ويعقب ويوسائل وكم من شخصيات شهيرة تهربت من التجنيد وكلنا كرأي عام وكلنا كوسائل إعلام كنا ضد هذا الكلام وشخصيات مشهورة مش عايز أذكر أسماء عشان الناس دي خلاص أنا أشكرك أنا أشكرك على التوضيح لأن إحنا بلد محترم وجهنا شريف وهذا الكلام كلام إيه بأنه يتقال بالصبت كده سنظل في النهاية نؤمن أن كل ما لدينا من أجهزة لن يتوانع عن أن هو نشوف هذا الموقف بالكامل من فعل ذلك اللي هو شخص خالج عن القانون اللي هو شخص أراد أن ينفذ القانون ولا من ينفذه بشكل سباً أو علي أي شيء يقولوني عاكن نقفل الموضوع ولا نتمادى فيه حفاظاً على بلدنا وإسم بلدنا شو أمه؟ ونوضح الحقاية ياريت ياريت عاكن إحنا مع البلد ولسنا ضد البلد وعلى ظلنا على البلد أستعزلك لو وفرت أي معلومة لو وفرت أي معلومة بعتني سارعك النعمة المدخلة تاني معاك لأستاذ أحمد إحنا سهرانين معاك شكراً جزيلاً